هنتابع معكم دلوقتي حالا قبل ما نروح للفصل لكن نروح ونتابع لقاءات بكرة اللي أكون في دوريا الأبطال وأيضا هنتابع معاكم جداول الدوريات العالمية ما بين الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي هنبدأ مع حضراتكم بالدوري الإنجليزي وقدام حضراتكم حالا على الشاشة هنعرض لكم دلوقتي الترتيب طيب أول حاجة نروح لنتائج الجوالات السابقة في الدوري الإنجليزي بورنموث بيفوز 1-0 على منشستر يونيتد أرسنال بيتعادل 1-1 مع وولفر هامتون وأستون فيلا بيخسر 2-1 من ليفر بول في مباراة كلمنا عليها بالتفصيل مع الكابتن هيسان فاروق ومنشستر سيتي بيفوز 2-1 على ساوث هامتون بعد ما كان متأخر بهدف مقابل الشيء ووكر بينجح في آخر دقيقة المباراة أن يفوز بهدفي مقابل هدف وواتفورد بيخسر 2-1 من شلسي في مباراة رائعة جداً لفرانك لامبرد وكتيبة شلسي نروح لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفر بول في المقدمة 31 نقطة 10 فوز 1 تعادل أبداً لم يهزم من 28 مباراة في الدوري الإنجليزي آخر 28 مباراة في الدوري الإنجليزي ليفر فول لم يهزم أبداً وبالتالي 31 نقطة السيتي في المركز الثاني 8 فوز 1 تعادل وهزمتين 25 نقطة لسر سيتي في المركز الثالث 23 نقطة من 7 فوز و2 تعادل و2 هزيمة شلسي في المركز الرابع ب23 نقطة بيتساوى مع لسر سيتي أما أرسنال في المركز الخامس ب17 نقطة طبعاً 4 فوز و5 تعادلات وهزمتين بنتكلم فيه عليه أهداف أكتر من مليئ أهداف وبالتالي أرسنال جناي أمري في موقف محرق جداً جداً نروح للهدفين هدفي الدوري الإنجليزي جيمي فاردي بيعود ثاني إلى المقدمة بعشر أهداف تامي أبرهام لاعب شلسي في المركز الثاني 9 أهداف وسيرجيو إجويرو لاعب منشستر سيتي 9 أهداف وأوبام يانج لاعب أرسنال ب8 أهداف ورحيم ستولينج لاعب منشستر سيتي ب7 أهداف أما هاريكين لاعب توتنهام ووتش بيرز في المركز السادس ب6 أهداف هنروح لنتائج الدوري الإسباني إسبانيال بيخسر 2-1 من فالنسيا ليفانتي بيفوز 3-1 في مفاجأة كبيرة جداً في الجولة الحالية من الدوري الإسباني 3-1 على باشتونة وأشبيلية بيتعادل 1-1 مع أتلاتكو مادريد ريال مادريد بيتعادل سلبية مع ريال بتيس على ملعب سانتياجو بيرنبيو وأساسونة بيفوز 4-2 على دوبرتيفو ألافج مباريات الجولة القادمة في الدوري الإسباني فالنسيا أمام غرناطا يوم السبت 9 نوفمبر إبار أمام ريال مادريد أيضاً يوم السبت وباشلونة أمام سلتافيجو أيضاً يوم السبت وبالتالي الريال والبارسا هيكونوا بيلعبوا في نفس اليوم هو يوم السبت وقادم 9 نوفمبر أما يوم الحد هيستكمل باقي مباريات الدوري الإسباني أتلاتكو مادريد أمام إسبانيول وريال بتيس أمام إشبيلية نروح لجدول ترتيب الدوري الإسباني بارشلونة في المركز الأول 22 نقطة يتساوى معه ريال مادريد في المركز الثاني 22 نقطة ريال سوسيداد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط 22 نقطة أتلاتكو مادريد في المركز الرابع بـ 21 نقطة يتساوى مع أتلاتكو مادريد أشبيلية في المركز الخامس بـ 21 نقطة هنروح لهدفين الدوري الإسباني هنشوف مين على المقدمة طبعاً جيرارد مورينو مهاجم فيا ريال 8 أهداف كريم بنزيمة لاعب ريال 7 أهداف ولورينزو مورن لاعب ريال بتيس 7 أهداف وسواريس بارشلونة 6 أهداف مارتينيز لاعب دي بورتيفو ألافش 6 أهداف ودانيل باريخو لاعب فالينسيا 6 أهداف طيب نروح للدوري الإيطالي ونتائج الجوالات السابقة روما ونابولي 2-1 لروما في مباراة قوية جداً روما بيتقلق هذا الموسم أنشلاتي مع نافلي مش موفق لحد الوقت الحالي بولونيا بيخسر 2-1 أمام انتر ميلاً وبالمناسبة لوكاكو بيعادل رقم رونالدو الظاهرة الظاهرة من 11 مباراة 9 أهداف أكثر الاثنين اللعيبة أو الاثنين اللعيبة لفريق انتر الواحدين اللي عندهم 9 أهداف من 11 مباراة تورينو بيخسر 0-1 أمام اليوفنتس في دوربي مدينة تورينو وماتيوس ديليختي بيجيب هدف الفوز في أول هدف له مع اليوفنتس وفي الدوري الإيطالي في يورنتينا بيتعادل 1-1 مع بارما وميلاً بيخسر 2-1 من لاتسيو وميلاً للأسف يعني موسم كارثي بالنسبة لإيسيميلان نروح لترتيب الجدول الجدول الدوري الإيطالي واليوفنتس في المقدمة 29 نقطة وفارق نقطة وحيدة ما بينه ما بين الإنتر اللي موجود في المركز الثاني 28 نقطة روما في المركز الثالث 22 نقطة لاتسيو في المركز الرابع 21 نقطة وأتالنتا في المركز الخامس ب21 نقطة بيتساوى مع لاتسيو هدفي الدوري الإيطالي وكالعادة إيموبيلي في المقدمة لاعب لاتسيو 13 هدف لوكاكو في المركز الثاني 9 هدف وموريال لاعب أتالنتا 8 هدف وبراردي لاعب ساسولو 7 هدف دوفان زفاتا لاعب أتالنتا 6 هدف وكوامي كريستيان كوامي لاعب جنوة 5 هدف في المركز السادس نروح لدوري أبطال أوروبا والجوالات اللي هتكون بكرة وبعده إن شاء الله والبداية من مباراة برشلونة واسلافيا براج في يوم التلات بكرة هتكون مباراة الأولى الساعة 8 إلا خمسة في نفس التوقيت زينت سانت بيترسبرج أمام فريق ليبسيك هيستكمل باقي اللقاءات ولكن الساعة 10 أول مباراة شيلسي أمام آيكس أمستردام وليفر فول أمام فريق جينك البلجيكي نستكمل مع حضراتكم لقاءات يوم الثلاث فالينسيا وليل بروسيا دورتموند وإنتر ميلان ليون وبينفكا نابولي وريد بول سالسبرج هنكمل معاكم باقي الجوالات واللقاءات يوم الأربع في جولتين الساعة 8 إلا خمسة بورني ميونيخ في أول مباراة بدون نيكو كوفيتش أمام أولومبياكوس ولكوموتيف موسكو أمام اليوفانتوس الساعة 8 إلا خمسة باقي اللقاءات هتبدأ من الساعة 10 أطلانت أمام منشستر سيتي وريال مادريد في مواجهة قوية أمام فريق جالتا سراي تمام هنكمل معاكم باقي اللقاءات يوم الأربع بورني فركوزن أتلاتكم مادريد باريس سان جرمان كلاب روش ودينامو زغرب أمام شخطار دونستيك وريد ستار بلجراد ريد ستار بلجراد بالإنجليش أو باللغة الإنجليزية ما بالعربي زي ما حضراتكم شايفين بيكتب زيرفينة زيفيزدا فده الاسم الفريق ريد ستار أو النجم الأحمر الصربي ودي اللغة اللي بيتنطق بيها بالعربية ما بالإنجليزية ريد ستار بلجراد أمان فريق توتنهام ووتسبيرس طيب نروح لجدول قائمة هدفين دوري أبطال أوروبا أوريسيتش لاعب دينمو زغرب وغريباً لاعب دينمو زغرب يكون عصدارة بسبع أهداف وإيرلينج لاعب ريدبول سالسبرج ست أهداف وبلالة العمراني لاعب كلوج خمس أهداف وزي ما حضراتكم شايفين ما عندناش نجوم عندنا ليفندوسكي لاعب بواني مينو خمس أهداف وأيضاً يعني بنتكلم من فريق روزنبورج عنده اتنين موجودين في قائمة الهدفين بخمس أهداف وإن ما فيش في القيمة غير واحد بس ليفندوسكي اللي حضراتكم عارفينه اللي عنده خمس أهداف بتساوى مع أربع لعيبة لكن على المقدمة طبعاً مزلاف أوريسيتش لاعب دينمو زغرب بسبع أهداف وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الحضراتكم محتاجين تعرفوه من خلال نتائج وجداول وقائمة هدفين كل الدوريات العالمية حتى دوري أبطال أوروبا